السلام عليكم من أحدث علاجات جراحة الصراع هي جراحة الصراع باستخدام الليزر واليوم رح نحكي بالتفصيل عن جراحة الليزر الطبي للصراع طبعا مهم جدا نعرف انه الليزر تكنولوجيا جديدة يمكن انه نعمل عملية الصراع عن طريق جراحة الليزر والليزر بكون فيه عندنا بروب ليزر وهذا السيليك او يعني منشأ الليزر بكون موجود وصغير جدا كرأس كي زي رأس قلم الرصاص مندخل الليزر فيه داخل الدماغ عن طريق جرح صغير 2-3 مليمتر يعني صغير جدا جدا وبندخله داخل الدماغ وبنجري العملية بالليزر فيه داخل الدماغ عن طريق هذه التكنولوجيا الجديدة اسم التكنية Laser Interstitial Thermal Therapy او LET وهي العملية تم إجراءها عن طريق عمل جراحة الليزر عن طريق وجود رنين مغناطيسي فيه غرفة العمليات اليوم التكنولوجيا الجديدة بنجيب الرنين المغناطيسي لغرفة العمليات بكون فيه عندنا رنين مغناطيسي مخصص لغرفة العمليات وكل غرفة العملية بتكون متماشية مع الرنين المغناطيسي من مغناطيسي كل الأشياء يعني لازم يكون بنية وبنية تحتية اللي تدعم هذه التكنولوجيا الجديدة وبنجري فيها العملية وعادة ما بتكون فيه حالات محددة اللي بنقدر نعمل فيها عملية الليزر لجراحة الصرع ما هي أفضل حالات الصراع اللي يتم علاجها بالليزر؟ نحن نعرف دائما الناس يقولون العلاج بالليزر لازالة الشعر ولكن في الصراع لا في عنا ليزر محدد لبعض الحالات من المرضى وبعض الحالات من الصراع أحسن حالات جراحة الصراع بالليزر هي حالات الصراع المستعصي اللي بيكون عندهم صراع مستعصي أول إشيء لازم المريض يكون يستخدم أكثر من دوائين لعلاج الصراع وهي الأدوية فشلت إنها تسيطر على النوبات وبنعمل تخطيط للدماغ وبنعمل فحوصات أخرى كلها عشان نثبت إنه في عند المريض صراع ولازم يكون عنده صراع بأري وأفضل حالات هي الصراع البؤري اللي بيكون ناتج من الفصل الصدغي اللي هي تصلب الحسين في الفصل الصدغي أو تصلب الفصل الصدغي في هذا الحالي بيكون عند المريض ندبة في الدماغ في حسين اللي هي منطقة مستقيمة في الدماغ اللي بتكون فيها منطقة الذاكرة وبنقدر ندخل الليزر لهذه المنطقة بسلاسي ونحرق كل الندبة وننظفها وهيك بنشفي المريض إن شاء الله من الصراع بهذه العملية طبعا هاي العملية يمكن إنها تنعمل عن طريق الجراحة ولازم نفتح الجمجم وندخل أعلى الدماغ عشان نشيل هاي المنطقة ولكن لما نعملها بالليزر بتكون أسهل بكثير من عمل الجراحة المفتوحة بعد التشخيصات الأخرى اللي هي تذا كان في عنا نقطة عميقة جدا في الدماغ والصعب الوصول إليها جراحيا يمكن نعملها في الليزر مثل منطقة الإنسولة أو الجزيرة أو المنطقة المحصورة في الدماغ أو منطقة الفصل الجبهي العميق أو في منطقة الهايبوثالمس تحت المهات في بعض الحالات بيكون في هناك ورم اسمها هيبوثالمس حمرتومة وهذه المنطقة يمكن يكون فيها ورم ونقدر نشيل الورم عن طريق الليزر في بعض الحالات ما بنفعل الليزر فيها مثل إذا كان في عند المريض أكثر من منطقة في الدماغ بتكون تنشأ منها النوبات أو في حالات الصراع العام أو في حالات إذا كان فيه نوبي فيه منطقة كبيرة فيها جزء كبير من الدماغ متأثر فهايا ما نستطيع أن نعمل لها في حالات محددة جدًا ولازم الليزر نعمل في مركز ما تخصص للصرع والجراحة الصرع ما هي نسبة نجاح عمليات الليزر لعلاج الصرع نسبة النجاح لعمليات الليزر تختلف بشكل كبير حسب المنطقة اللي في الدماغ اللي راح نعمل عليها العملية كل منطقة لها نسبة نجاح مختلفة عن المنطقة الأخرى وكل حالة تختلف عن الأخرى ولكن مثلاً في حالات الصرع الفاص الصدغي نسبة نجاح الأدوية بتكون 1% لـ 5% المستعصية ونسبة نجاح الليزر ما بين 50% إلى 60% فنسبة عالية جداً جداً تعتبر في جراحة الصرع ونسبة الأمان عالية جداً ومضاعفاتها قليلة جداً 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 ويمكن مثلاً تكون أعلى في الأورام العميقة في الدماغ مثل ورم الهايبوثالاميك هامرتوم حكوا لي في التعليقات هل بتفضل تعمل عملية جراحة فتح الدماغ أو جراحة بالليزر إذا توفر ذلك وليش ما هي مضاعفات جراحة الليزر؟ مضاعفات جراحة الليزر قليلة جداً جداً ويعتبر من أكثر العمليات أماناً في جراحة الصرع يعني مضاعفات 1% أو أقل ومعضاها بتكون بس التهاب أو نزيف أو أشياء بسيطة جداً لأنه البروب اللي بنحطه زي رأس الإبري يعني زي رأس كلمة رصاص صغير جداً فنسبة المضاعفات فيه قليلة جداً ما هي تكلفة الجراحة بالليزر؟ مهم جداً دايماً بيسألوني الناس كثير ما هي تكلفة العمليات وكم بتكلف العملية وإذا بدأ عملها ولا لا؟ أوليش لازم تعرف في أي منطقة في العالم هاي موجودة مثلاً موجودة في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي منطقة أخرى ولا في الوطن العربي إن شاء الله تكون موجودة متوفرة ولكن نروح أوليش على المركز الصراعي نعمل تقييم كامل وحسب التقييم بكون القرار إذا الليزر هو أصلاً يمكن أن المريض تعالج فيه ولا لا؟ ثاني إشي يعني هي العمليات بالليزر لا شك إنها عمليات غالية ولكن ما أحد بقدر يقيم أو يعني يخمن قديش السعر إلا عبين ما يشوف المريض ونعالجه ونعرف كيف هو الاحتياجات للمريض فأنا ما بقدر أقدر قديش يعني ثمن عملية الليزر بدون ما نعين المريض في المستشفى ماذا نعمل إذا الليزر غير متوفر عندي؟ الليزر هو جزء من جراحات الصراع وهو بسهل عملية الجراحة الصراع ولكن إذا الليزر مش متوفر يعني يمكن العمل عملية الصراع بطرق أخرى وهي الطرق الجراحية وفتح الجمجم وعمل الجراحة فيعني إذا الليزر مش متوفر مش معناها ما نعمل عملية في ناس أحكولي إنه أحكوا لك أو أنت بدك ليزر وما في علاج إلا بالليزر رازم تروح لأمريكا عشان تعمل الليزر هذا شيء خاطئ وغير صحيح العلاج بالليزر هو مثل ومثل عملية الجراحات الأخرى إذا العملية بتنعمل بالليزر نفس العملية يمكن عملها بدون ليزر ولكن يمكن مضاعفاتها تكون شوي أعلى ولكن يمكن عملها بدون ليزر والليزر واحد من العديد جدا من التحديثات والعلاجات الجديدة للصرع اللي فصلتها بشكل كامل في هذا الفيديو اللي بتكلم فيه عن جميع التحديثات الجديدة لعلاجات الصرع ولا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم